السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب لغتي الفصل الثالث للعام الدراسي 1444 هجرية وأولا نبدأ بمراجعة المكتسبات السابقة درسنا قبل ذلك أنواع الكلمة أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف والاسم قلنا أنه هو مدلة على معنى في نفسه دون اقتران بزمن وعلامات الاسم التنوين والتعريف والجر والنداء والفعل هو مدلة على حدث مخترم بزمن وأنواع الفعل فعل ماضي ومضارع وأمر والحرف لفظ لا يظهر معناه إلا إذا اقترن بغيره مثل حروف الجر إلى وعن وفي ومن والعطف مثل الوا وثم والفا والنداء وأنواع الفعل ماضي مثل درس وكتب ومضارع مثل يدرس ويكتب وأمر مثل يدرس واكتب ونوع الجملة كما درسنا سابقا الجملة الإسمية وتتكون من ركنين أساسيين المبتدأ والخبر وسميت جملة إسمية لأنها تبدأ بالإسم والمبتدأ والخبر مرفوعان دائما مثل الشمس صادعة أما الجملة الفعلية فهي التي تبدأ بفعل ولها ركنان أساسيين هما الفعل والفاعل فعل يدل على حدث وفاعل يحدث هذا الفعل أن يقوم به مثل يحرص المسلم على فروضه فيحرصه هو الفعل والمسلم هو الفاعل أنواع الجموع ذكرنا قبل ذلك أن نجمع أنواع الجموع جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير وقلنا أن جمع المذكر السالم مدل على أكثر من إثنين بزيادة ووانون أو يأوانون على مفرده مثل معلم معلمون ومعلمين وهكذا وجمع المؤنث السالم مدل على أكثر من إثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده مثل طبيبة طبيبات معلمة معلمات أما جمع التكسير فهو مدل على أكثر من إثنين بتغيير صورة مفرده وسمي بذلك لأن المفرد يتكسر ويتغير شكله عند الجمع قد يتغير المفرد بزيادة حرف مثل رجل رجال أو بنقصان حرف مثل كتاب وجمعها كتب أو تغيير في الحركات مثل أسد وجمعها أسد وقلنا أن الإسم أنقسم إلى مذكر ومؤنث والمذكر هو مدل على مذكر يصح أن نشير إليه بهذه مثل تلميذة وكتاب والمؤنث مدل على مؤنث يصح أن نشير إليه بهذه مثل تلميذة ومصطرة والمفرد هو مدل على واحد أو واحدة مثل كاتب أو كاتب وهذه أقسام الإسم من حيث العدد والمثنى إذن المفرد والمثنى والجمع والمثنى مدل على اثنين أو اثنتين والجمع مدل على ثلاثة فأكثر الهمزة قلنا أن أنواع الهمزة نوعين همزة قطع وهمزة وصل وهمزة قطع همزة ينطق بها في أول الكلام ووسطه وتكتب في أول الكلام هكذا أو هكذا بالهمزة من أعلى أو من أسفل على حسب حركة حرف الآلف مثل أحمد وأخرج وإخراج أما همزة الوصل فتنطق في ابتداء الكلام ولا ينطق بها عند وصلها بما قبلها وتكتب ألف هكذا بدون همزة مثل كلمة ابن واستعانى وأنواع التاء قلنا هناك التاء المفتوحة والتاء المربوطة والتاء المفتوحة عند الوقف تنطق بالسكون وعند الوصل تنطق بالحركات مثل جاءت بنت أحمد رأيت بنت أحمد مررت ببنت أحمد أما التاء المربوطة ولها شكلان إذا كانت منتصلة تكتبها كذا وإذا كانت منفصلة تكتبها كذا عند الوقف تنطق ها التاء المربوطة عند الوقف عليها تنطقها مثل كلمة غرفة عند الوقف نطقتها ها لكن عند التنوين أقول غرفة قصة نطقت ها وعند التنوين تنطق قصة وعند الوسط نقطاء مثل غرفة الحارس قصة زيد علامات الرفع وهناك نوعين من العلامات علامات أصلية وعلامات فرعية علامات الرفع الأصلية الضمة للمفرد وعلامات الرفع الفرعية والواو لجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة وأيضا الألف من علامات الرفع لرفع المثنة وعلامات النصبة أيضا تنقسم إلى أصلية وفرعية الأصلية هي الفتحة إذا كان الاسم مفردا أو جمع تكسير والفرعية الياء إذا كان الاسم مثنة أو جمع مذكر سالم والألف من علامات النصب إذا كان الاسم أحد الأسماء الخمسة والكسرة إذا كان الاسم جمع مؤنث سالم تعالوا نقرأ هذا النص وتتحقق الحلم جلس العم صالح وحوله أصحابه على تل قريب من الخيمة وأخذ الجميع ينظرون إلى الأفق الأحمر في صمت وأقبل الليل بهوائه العليل وعواء ذئابه المتقطع وثغاء الغنم والثغاء هو صوت الغنم والعواء هو صوت الذئاب وهي عائدة من المرعى جلس العم صالح مع أصحابه حول مشب النار وأخذوا يستمتعون بطعم القهوة اللذيذ ثم بادرهم العم صالح قائلا من منكم يعرف كيف يساوي الواحد اثنى عشرة أجاب حسن بتعجب وكيف يكون ذلك ضحك العم صالح وقال حسن حسنا استمعوا جيدا إلى هذه القصة وستعرفون المعنى بعد ذلك كان حلم الملك عبد العزيز أن يجمع الجزيرة العربية تحت راية التوحيد وفي ظل قيادة واحدة وبعد أن استقرت له الأمور في الرياض أنطلق منها بجيوش أشبه بخيوط الشمس الذهبية تبعت النور تبعث النور وتنشر العدل في أرجاء الجزيرة العربية فدانت له بلاد السدير والوشم والقصيم وجبل الشمر وهذه الأماكن تسمى نجدا ثم بدأ الحلم الكبير يتحقق وبدأت معالم الصورة تتضح شيئا فشيئا عبد العزيز كان محبوبا أحبه الناس وفتحوا له القلوب قبل البلاد فدخلت نجران وجازان في الحكم السعودي ثم توحدت مع بقية أخواتها من مناطق وطنين الكبير وفي ذلك اليوم المشهود اجتمع عبد العزيز بالرجال والعلماء في حشد كبير واتفقوا على اسم خالد للبلاد يظل في ذاكرة التاريخ فكان الاسم الخالد هو المملكة العربية السعودية والآن بعد أن تذكرنا قصة التوحيد الكبير هل عرفتم كيف يساوي الواحد واثنتين عشرة أجاب خالد وقد عرف المعنى واحد يعني الرياض التي انطلقت منها فتوحات الموحد عبد العزيز رحمه الله والاثنتين عشرة الباقية هي المناطق الإدارية في وطننا الغالي في شماله وجنوبه وشرقه وغربه والثلاثة عشر هي مجموع مناطقنا الإدارية في وطننا الحبيب تناثرت الضحكات على وجوه الجميع كحبات اللؤلو وحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان والتوحيد في وطننا ودعوا الله دوامها وعادت فناجيل القهوة تدور بينهم بسرور أولا أقرأ النص السابق قراءة صامتة ثم أقرأ النص قراءة صامتة متأنية لأجيب عن الآتي ثغاء الغنم الفعل الذي أخذت منه كلمة ثغاء هو تثغو أم تثغي أم تثغى أم تثغى الفعل الذي أخذت منه كلمة ثغاء هو تثغو فدانت له بلاد سديرة معنى دانت أي نالت أم بقيت أم خضعت أم استقرت معنى كلمة دانت معناها خضعت له ثم بادرهم العم صالح ضد كلمة بادرة أي عكس كلمة بادرة إن دفع استسلم أم تعاون أم تأخر تأخر ضدها تأخر بادرة بادرة أي تقدم وضدها تأخر أربعة النوم الليل العلاقة المشابهة للعلاقة بين المفردتين السابقتين بين النوم والليل السماء والنجوم أم الأسد والشبل أم التذكرة والسفر أم الصوم ورمضان العلاقة المتشابهة هي الصوم ورمضان الصوم متعلق برمضان أي الصوم لا يكون إلا في رمضان وكذلك النوم لا يكون إلا في الليل خمسة وأخذ الجميع ينظرون إلى الأفق الأحمر اللون الأحمر في الأفق يدل على شدة حرارة الجو أم أنه يدل على لحظة الغروب الشمس أم تأثير شرر النار أم انتشار السحب في السماء اللون الأحمر يدل على لحظة غروب الشمس وهو يسمى الأفق الأحمر ستة انطلق منها بجيوش أشبه بخيوط الشمس الذهبية المقصود هنا أن الجيوش ترتدي الملابس الصفراء أم تحارب مع شروق الشمس أم تحمل السيوف الذهبية أم تنشر الحق والعدل في البلاد المقصود أنها تنشر الحق والعدل في البلاد سبعة سبعة كيف يساوي الواحد اثني عشر كما وضحه العم صالح أن الواحد هو الرياض والإثنى عشر هي مناطق المملكة التي فتحت من الرياض إذن الواحد الواحد هو الرياض والإثنى عشر هي مناطق المملكة العربية السعودية ومن الرياض انطلقت الجيوش لتفتح باقي مناطق المملكة فأصبح الواحد وهو الرياض يساوي الاثنى عشر ما الحلم الذي كان الملك عبد العزيز يسعى إلى تحقيقه هو أن يوحد الجزيرة العربية تحت راية واحدة أن يوحد الجزيرة العربية تحت راية وقيادة واحدة تسعة ورد في النص مواقف تتضح من خلالها صفات الملك عبد العزيز أحدد هذه الصفات من صفات الملك عبد العزيز أنه كان حكيم وكذلك كان عادل وأيضا كان رحيم وأيضا كان شجاع هذه هي صفات الملك عبد العزيز حكيم وعادل ورحيم وشجاع ثالثا أو ثانيا توضأ فواز لصلاة الفجر وترك صنبور الماء مفتوحا فقال له أبوه لقد نسيت صنبور الماء مفتوحا والماء يضيع بغير فائدة أرجع واغلقه فالماء ثروة وضرورة من ضرورات الحياة تجب المحافظة عليها أن الدولة تبذل جهودا كبيرة كي توفر المياه للمستهلكين وتنفق في سبيل ذلك أموال طائلة فما أجدرنا بالحرس على قطرة الماء قال فواز لن أعود لمثل هذا استخرج من النص ما يأتي فاعلا وأبين علامة رفعه الفاعل هو لدينا هنا فواز في جمل التوضأ فواز فواز فاعل وعلامته إذن الفاعل هو فواز وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الضمة الظاهرة على آخره علامة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل كما قلنا هو فواز إثنان نريد من الفقرة مفعول به واذكر علامة النصب فالمفعول به نجد هنا ترك صنبور الباء مفتوحا كلمة صنبور مفعول به وعلامة نصبه الفتحة إذن المفعول به كلمة صنبور في جملة ترك الصنبور أو ترك صنبور الماء مفتوحا علامة النصب هي الفتحة الظاهرة الفتحة الظاهرة على آخر الكلمة ثلاثة جموعا وأبين أنواعها ولدينا في هذه في الفقرة السابقة لدينا كلمة كلمات جمع منها جمع المؤنن المذكر السالم ولدينا المستهلكين كلمة المستهلكين ونوعها جمع مذكر سالم ولدينا كلمة جهود لدينا كلمة جهود ونوعها جمع تكسير جمع ونوعها جمع تكسير وكلمة ضرورات جمع مؤنن المذكر سالم ولدينا كلمة جهود جمع تكسير وكلمة ضرورات جمع مؤنى الثالم أربعة نريد صيغة تعجب من الفقرة السابقة فنجد أن اسلوب التعجب أو صيغة التعجب ما أجدرنا بالحرص على قطرة الماء ما أجدرنا هذا اسلوب تعجب أو صيغة تعجب ما أجدرنا بالحرص على قطرة الماء بأعرب ما تحته خط ولدينا هنا فالماء ثروة وفي سبيل فالماء ثروة الماء مبتدأ مرفع بالضمة وثروة خبر في سبيل جاره مجر تعالوا نقوم بإعرابهما هنا الجملة الأولى الماء ثروة أو الماء ثروة يكون إعرابها الماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة وثروة كلمة ثروة كلمة ثروة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هذا بالنسبة للجملة الأولى الجملة الثانية وهي في سبيل جملة في سبيل في هذا هو حرف جر في حرف جر وكلمة سبيل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة إذن كلمة سبيل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ثالثا أصل أصل بين الكلمة التي تحتها خط وإعرابها في الجدول الآتي الجملة الأولى المقبلون على عملهم بجد ونشاط أكثر إنجازا من غيرهم كلمة المقبلون هنا موقعها في الجملة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو فهذه رقم واحد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو يفضل الجمهور ذا الإلقاء المؤسر كلمة ذا هنا يفضل الجمهور ذا الإلقاء كلمة الجمهور هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة بعد ذلك اليمنى رقم ثلاثة يلتزم أخوك بآداء الصوت الصلوات في وقتها فأخوك هنا فاعل مرفوع بالواو علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة فهذه رقم ثلاثة يلتزم أخوك أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ألقى الشاعر قصيدتين في يوم الاحتفاء بالوطن كلمة قصيدتين مفعول به منصوب بلياء فهذه رقم عفوا هناك خضى هذه رقم أربعة مفعول به قصيدتين والفاعل المبتدى المقبلون مبتدى هنا رقم واحد وهنا رقم أربعة هي كلمة قصيدتين تعال نوصلها معا فكلمة المقبلون هذه واحد وذا مفعول به منصوب علمة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة أخوك هنا فاعل مرفوع بالواو وألقى الشاعر قصيدتين كلمة قصيدتين مفعول به منصوب علمة نصبه الياء لأنه مثنى رابعا أسمي الأسلوب اللغوي أمام كل جملة يا أيها الطلاب استثمروا أوقاتكم بالقراءة النافعة هذا الأسلوب يسمى أسلوب نداء هذا أسلوب نداء شكر شكر النعم أفضل طريق لبقائها أفضل هنا تدل على أن هذا أسلوب تفضيل هذا يسمى أسلوب تفضيل أطال الله عمرك هذا دعاء أسلوب دعاء ما أجمل أن تزور بيت الله الحرام لتأدية العمرة هذا أسلوب تعجب هذا أسلوب تعجب لا تسلم عقلك للألعاب الإلكترونية التي تهدر الوقت هذا أسلوب نهي لا تسلم هذا أسلوب نهي خمسا أكتب العبارة الآتية بخط النسخ سادسا أضع مكان النقط في ما يأتي ما مطلوب أو ما طلب بين القوسين يرمي الحجاج النقط في ميناء عفوا ونريد جمع مؤنث فنقول يرمي الحجاج الجمرات جمع مؤنث ومفردها جمرة ما نقط الربيع نريد تعجب ما أجمل الربيع أو ما أروع الربيع سلوب تعجب يزدحم نقط بالمصلين نريد مثنى يزدحم الحرمان أو المسجدان بالمصلين يحترم التلاميذ نقط نريد جمع مذكر سالم يحترم التلاميذ المعلمين الأرض نقط من القمر نريد اسم تفضيل فنقول الأرض أكبر من القمر سابعا أبين الموقع الإعرابي والعلامة الإعرابية لكل اسم تحته خط تحجب السحب الشمس كلمة السحب موقعها من الإعراب موقع كلمة السحب هنا فاعل إذا موقع كلمة السحب فاعل فاعل مرفوع دائما الفاعل دائما مرفوع علامته الإعرابية الضمة قدمت الشركة مكافآت للعاملين كلمة مكافآت مفعول به مفعول به علامة الإعراب الكسرة لأنه جمع مؤنس جمع مؤنس سالم يسارع المؤمنون في الخيرات كلمة المؤمنون موقعها في الجملة فاعل فاعل مرفوع علامة الرفع هنا هي الواو لأنه جمع مذكر سالم الرياضة مفيدة موقع كلمة الرياضة مبتدأ موقعها من الإعراب مبتدأ لأنها بدأت به الجملة وهذه جملة اسمية مبتدأ مرفوع ولأن هذا المبتدأ مفرد فهو مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة ثامنا تدريب شفوي لماذا رسمت الهمزة المتوسطة في الكلمات الآتية على الواو كلمة كؤوس وكلمة التشاؤم ومؤونة وملؤها ودأوب هذه الكلمات رسمت فيها الهمزة المتوسطة على الواو لأن هنا في كلمة كؤوس الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم إذن هنا في كلمة كؤوس الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم فلذلك كتبت على الواو إذن هي مضمومة وما قبلها مضموم فتكتب على الواو كلمة التشاؤم هنا الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن إذن كلمة التشاؤم الهمزة مضمومة كتبت الهمزة على الواو لأن الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن فلذلك كتبت على الواو لدينا كلمة مؤونة هنا كلمة مؤونة كلمة مؤونة كتبت الهمزة على الواو لأنها مضمومة الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح وكلنا نعلم يا أبنائي أن الضم أقوى من الفتحة وأقوى من السكون فهنا في كلمة كؤوس الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم إذن الحركتين ضمه فكان يجب وضع الهمزة على الواو وهنا في كلمة التشاؤم الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن وحرف الألف وحرف مد وأقوى الحركتين الضم فتكتب الهمزة على الواو كلمة مؤونة الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح والضم أقوى من الفتحة فتكتب الهمزة على الواو كلمة ملؤها مثل كلمة التشاؤم كلمة ملؤها أيضا الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن فتكتب الهمزة على الواو لأن أقوى الحركتين هي الضمه كلمة دقوب الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح أيضا مثل كلمة مؤونة إذن كلمة دقوب أيضا الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح والضم أقوى من الفتحة إذن أقوى الحركتين هي التي تأخذ الحركة الضم أقوى من الفتحة فتكتب الهمزة على الواو لماذا رسمت الهمزة المتوسطة في الكلمات الآتية على الألف ولدينا كلمة يتأنى وكأس وفأل ويزر في كلمة يتأنى الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح فأقوى الحركتين تساوت الحركتين هنا وهي الفتحة والفتحة مناسبة للألف فإذن أن الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف التأ مفتوح فكتبت الهمزة على الألف لأن الحركة هي الفتحة كلمة كأس فالهمزة هنا ساكنة وما قبلها مفتوح وأقوى الحركتين هو الفتحة فلذلك كتبت الهمزة على الألف كلمة فأل نفس الأمر الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح وأقوى الحركتين هو الفتحة فكتبت الهمزة على الألف كلمة يزأر أيضا الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن حرف الزاي ساكن وأقوى الحركتين هو الفتحة فكتبت الهمزة على الآلف بأجيب عن الأسئلة الآتية بكلمات فيها همزة ما ضد كلمة فارغ ضد كلمة فارغ ممتلئ ممتلئ والهمزة على السطر في نهاية مرادف كلمة ذنوب سيئات الهمزة هنا متوسطة مرادف كلمة ذنوب سيئات تاسعا كيف يحتفل الشعب بضيوفي عادة عفوا كيف يحتفل الشعب بضيوفي عادة أشعب من رحلة فاشلة للبحث عن الطعام وفي العودة لمح رجلا قرويا قادما من بعيد يمتطي حمارا فاستقبله بترحاب صائحا حياك الله يا أبا زيد أين أقبلت وأين نزلت هيا بنا إلى البيت انتبى الرجل ذهول لأنه لم يشاهد أشعب من قبل ثم نسمه ليس أبا زيد وإنما أبا عبيد فلما أخبر أشعب باسمه الحقيقي رد عليه قائلا أعاذنا الله من الشيطان وأبعد النسيان هلما إلى بيتي كي نتغدى فاستجاب القروي وذهب معه وفي أثناء الطريق طلب أشعب أن يمر على محل شواء به لحوم وحلوة وكل ما تشتهيه الأنفس ثم قال لصاحب المطعم قدم لأبي زيد أشواء ثم زن له من تلك الحلواء ثم اختر من تلك الأطباق ثم فرش أوراق الرقاق ورش عليها بعضا من السكر وماء الورد ليأكله أبو زيد بالهناء والشفاء فقدم لهما الرجل كل ذلك فأكلاه عن آخره ثم قال أشعب قدم لأبي زيد القطائف اللؤلؤية اللؤلؤية الدهن ليأكلها أبو زيد هنيئا فقدم لهم الحلوى فأكلاها عن آخرها ثم نظر أشعب إلى صاحبه وقال له يا أبا زيد نحن محتاجان لما مثلج يبرد جوفينا بعد هذه الأكلة الجميلة فوافقه الرجل فقام أشعب وقال له اجلس يا أبا زيد ولا تترك مكانك حتى أعود بالماء المثلج وخرج أشعب إلى غير رجعة ومر الوقت والرجل جالس في انتظار أشعب حتى شعر أنه لن يعود فهم الرجل بالخروج فتعلق صاحب المطعم بثوبه صائحا أين ثمن الأكل يا رجل فقال الرجل لقد أكلت ضيفا فلكمه صاحب المطعم وانهال عليه ضربا وقال له أي ضيف أنت فأخذ القروي يصرخ ويصيح جاز الله ذلك المحتال لقد قلت له أنا أبو عبيد فيقول لي أنت أبو زيد إنها قصة جميلة فكاهية تدل على موقف نتعلمه وهذا من كتاب مصطفى عشور اضحك مع أشعب ملك الطفيليين وأمير الطماعين أقرأ القصة بتركيز ثم تعاون مع مجموعة في ملء الخريطة الآتية عنوان القصة عنوان القصة كما رأينا كيف يحتفل أشعب بضيوفه فهذا هو عنوان القصة كيف يحتفل أشعب بضيوفه المكان الذي حدثت فيه القصة في المطعم أو يمكن أن نقول في طريق العودة ولكن أغلب القصة حدثت داخل المطعم الزمان الذي حدثت فيه القصة أثناء النهار لأنهم تناولوا معا وجبة الغداء فالزمان هو وقت الظهير مثلا أثناء النهار أو وقت النهار أو يمكن أن نقول حدثت بعد الظهر لأنه هو وقت الغداء الغداء الشخصيات في هذه القصة وهي أشعب وأبو عبيد إذن لدينا الشخصيات الرئيسية أشعب وأبو عبيد وصاحب المطعم هؤلاء هم أبطال القصة أو شخصيات القصة المشكلة التي في القصة هي البحث عن الطعام أو أن أشعب جائع للغاية إذن المشكلة هي في البحث عن الطعام أحداث القصة لدينا مجموعة أحداث في هذه القصة فلدينا استقبال استقبال أشعب لأبي عبيد والذهاب إلى محل الشواء أو محل الشواء وترك أشعب لضيفه في المطعم والخروج ترك أشعب لضيفه أو نقول هروب أشعب ترك أشعب لضيفه في المطعم وهروبه وهروبه منه أيضا طلب صاحب المطعم ثمن الطعام طلب صاحب المطعم ثمن الطعام وأخيرا ضرب صاحب المطعم لأبي عبيد هذه أحداث القصة ما الحل في هذه القصة الحل للمشكلة المشكلة هي البحث عن الطعام والحل أن أشعب ترك ضيفه في المطعم وخرج دون عودة هذا هو حل هذه المشكلة بالنسبة لأشعب المشكلة كانت بالنسبة لأشعب هو أنه جائع وكان حل هذه المشكلة أنه أكل بدون أن يدفع أي مال فالحل بالنسبة له ترك أشعب لضيفه في المطعم دون عودة أقف أمام صفي وأسرد القصة عشرا أكتب ما يملى علي هكذا أعزائي قد نكون قد أنهينا حل المكتسبات السابقة ألقاكم على خير بإذن الله مع الوحدة الثالثة الوطن ولا وعطاء لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته